فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال فأما سهل بن أبي أمامة فقد وثقه يحيى بن معين وغيره وروى له مسلم وغيره وأما بن أبي العمياء فمن أهل بيت المقدس ما أعرف حاله لكن رواية أبي داود للحديث وسكوته عنه يقتضي أنه حسن عنده وله شواهد في الصحيح هذه قاعدة أنما سكت عنه أبو داود فإنه قد قفله هذه قاعدة عند المحدثين أنما سكت عنه أبو داود يعني رواه ولم يتكلم فيه أنه قد قفله فهذا الحديث كما ذكر الشيخ رحمه الله أنه له شواهد وأيضا سكت عنه أبو داود فيحتج به